ألا ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها تابث وفرعها في السماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيب الطاهرين ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعده أيها الأحبة الكرام إن الله عز وجل كرم الإنسان تكريماً وفضلوا على كثير ممن خلق تفديلاً فقال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلوا مملاكة ممن خلقنا تفديلاً فربنا الكريم خرق الإنسان في أحسن التقويم وكرم بني آدم بالعقل وبعت فيهم أنبياءه ورسله وبشرين ومندرين وصخر لهم ما في البر والبحر والجو ورزقهم من الطيبات وفضلوا ملسائل الخلق وقد أكرم الله أبناء زماننا هذا بأن فتح عليهم سبحانه فتعلموا من أصائل الكون ما لم يعلمه السابقون وأغذق علي من النعم ما لم يؤتي لولين ومن جملة النعم التي سخرها لنا ربنا في هذا الزمان وفي هذا العصر بالذات وسائل النقل الحديثة البرية والبحرية والجوية من سفن وصيارات وقطارات وطائرات فطويت لإنسان اليوم الأرض طياً وأضحته الأجواء فلله ميدان رحباً فتحقق لنا ما وعد به ربنا في كتابه العزيز إذ يقول ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغ إلا بشكل نفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منهما هو من المركوبات وقد شهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات وإذا كانت هذه الوسائل من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا فالواجب على المؤمن شكر الله عليها فذلك هو سبيل المحافظة عليها ومباركة الله لها قال الله تعالى وَإِدْ تَأَدَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَابِ لَشَدِيدٍ فالشكر يحفظ النعم من الزوال ويديمها ويأتي بنعم أخرى ويزيدها جعل الله من عباده الشاكرين أحبة الكرام إن الشكر يتحقق بالاعتراف بنعم الله باطلا والتحدث بها ظاهرا وتسريفها في مردات وليها ومعطيها ومسديها تالتا وكثير من الناس اليوم من يخلون بشكر الله بنعمة وسائل النقل بسبب التصرفات التي لا يرضاها الله تعالى والتي تتسبب في إذهاق الأرواح البريئة والتي تصل إلى أربعة آلاف قتل سنوين في بلادنا الحبيبة المغرب فضلا عن الجرحاء والمصابين بالإعاقات المختلفة فللأسف الشديد حواجد السير تتزايد وتتكاتر بشكل رهيب حتى سميت حرب الطرق وهذا منكر عظيم وفساد كبير لا يقبله الدين ولا يرضي رب العالمين والله تعالى يقول والله لا يحب الفساد ومن تمام شكر نعمة وسائل النقل أن يساهم المسلم في محاربة ظاهرة حوادث السير كل من موقعه سواء كان راكبا أو راجلا أو رجل أمن مكلف بتنظيم المرور أو موظفا في إدارة النقل أو تزهيز الطرق أو غيرها فالجميع على كل حال يتحمل نصيبا من المسؤولية ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤولا رأيته بمعنى من كان مسؤولا عن مصلحة تهم قطع النقل أو استعمال الطريقي فهو مسؤول عنها ومتابع في كل ما يحدث فيها من اختلالات وأعطاب ومفاسد مسؤول في الدنيا أمام القانون والقضاء ومسؤول أمام الله يوم لقائه يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاللهم أعننا على شكر نعمة وسائل النقل وزودنا بالبر والتقوى عند استعمالها ونعود بك من وعتاء الطريق وكآبة المنظر وسوء المنقلب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأسف الله لكم والجميع المسلمين والمسلمات وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين